بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا في حلقات الحديث لازم نبتدي ونقول السلام عليك يا رسول الله عشان وإحنا بنتكلم عن حضرته وبنتكلم وإحنا بنحاول نذوق جمال وحلاوة شهد كلامه صلى الله عليه وسلم لابد أن نكون حضرين ما بين إيديه صلى الله عليه وسلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ومعنى جوامع الكلم أنه هناك كلام قليل بس في معاني كثيرة أنا ما بحبش بس أقول أنه في معاني كثيرة لكن كلمات قليلة وفيها حياة ولكم في كلام رسول الله حياة فإحنا عندنا حياة كلها بتكون في كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا بي أنت وأمي يا رسول الله النهاردة معانا حديث نموذج على هذا المعنى أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة حديث اللي عندنا النهاردة من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا يعني قال للرسول له أوصني فحضرت النبي في كل مرة قال له إيه؟ قال لا تغضب حديث أخرجه الإمام البخاري تعالوا بس نوقف وقفة هنا مهمة خالص أن الحديث ده آه عبارة عن كلمتين بس خلينا نوقف وقفة مهمة إحنا عندنا في الشريعة لما بيكلموا عن المقاصد الشرعية مقاصد الشريعة بيقولوا إن إحنا لو حبينا نجمع كل المقاصد ممكن نخليها تنحصر في حاجتين في جلب المصالح ودرق المفاسد قالوا طب لو حبينا نخليها في حاجة واحدة ألف درق المفاسد لأن درق المفاسد تشتمل على جلب المصالح لأن إنت لو درقت المفاسد إنت جلبت المصالح وهم بيقولوا إنهم موجهين لهم لوحدة إن درق المفاسد بيساوي جلب المصالح يعني أنا لو إن أنا دفعت عن نفس المرض يعني لو إن أنا مارست الطب الوقائي إيه اللي حاصل؟ أنا حفزت على صحتي فحصل إيه؟ جلب مصلحة الحفاظ على الصحة كلام لطيف إيه أهمية ده؟ إن في الآخر خالص إحنا ممكن نلاقي الحياة كلها في كلمتين في هذا الحديث أو الله الحديث ده هذا المعنى اللي أنا بقوله لكم إنه ممكن يجمع حياة ممكن نلاقيه في فايدة يفدها لينا سيدنا الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في فتح الباري بيقول إيه؟ قال تفكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يعني إيه اللي حاصل؟ ولذلك إيه اللي حاصل؟ إذا كان الحديث ده بيجتمل على منع الشر كله فبعض العلماء بيقولوا عن هذا الحديث إنه بيجمع بين خيري الدنيا والآخرة لأن الغضب إيه اللي حاصل؟ يؤدي إلى إفساد الدين والدنيا يعني إذا كان إحنا مصلحة الدنيا هنا ومصلحة الآخرة هناك فالغضب يفسد الدين ويفسد الدنيا أيضا يبه هذا الحديث يساوي حياة يا مولانا والله أنا لا أبالغ ليه لا أبالغ؟ لأن تعالوا نركز شوية هنجد حاجات كتيرة أنا راجل بشتغل في الرشاد الزواجي ومن أكتر الحاجات اللي أنا رصدها مسألة إيه؟ مسألة الطلاق أنا شغلتي كلها أن أنا قاوم المطلقطية الناس اللي بتيجي تطلق كتير بدون سبب ويحاول بقدر الإمكان المطلقطية ديت مش رجالة بس رجالة وستات اللي هم عايزين يتطلقوا هل فيه زائرة منتشرة في مسألة ارتفاع نسب الطلاق؟ نعم إيه السبب؟ غضب الطرفين إن الستة تقول أنا خلاص اتمليت أنا فلوفي زي ما يقولوا أنا خلاص اتمليت مش قادرة فإيه اللي حاصل؟ اتمليت يعني إيه؟ غضبها مسيطر عليها من جملة التراكمات اللي حصلت لها فهي مش قادرة تكمل وهو يحصل له أي حاجة فبكل سهولة يروح مطلق هي تغضبه بأنه طلقني طلقني لو كنت راجل طلقني لو كنت راجل طلقني تعمل إيه فيه؟ تغضبه فلما يغضب يعمل إيه؟ يهد البيت ويكب الزيت ويحرق الغيط ويكسر الخاطر ويدمر الأولاد مستقبل الأولاد عشان إيه؟ عشان غضب واحد ممكن إيه اللي حاصل؟ يكره أخوه كرهت أخوك ليه؟ عشان غضب غضب من تصرف ليه فيكره أخوه واحد يحنق على أبيه ويكره والده أو واحدة تكره أمها ليه؟ عشان غضبت من تصرف من تصرفاته التراكم ده عبار عن إيه؟ عن سواد بيغزلوا الغضب التراكمات دي عبار عن إيه؟ سواد بيغزلوا الغضب طب إذا ما كانش فيه الغضب التراكمات دي هتزول لكن تراكم فوق التراكم مين اللي بيحط التراكم فوق التراكم؟ الغضب لأنه لو فيه مسامحة في النص مش هتلاقي حاجة تحطها على بعض إذا الرسول الله لما قاله لا تغضب يعني عيش على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة مين الذي يستطيع أن يقاوم الغضب هو من كان على الفطرة هذا الحديث هل يكلمنا هذا الحديث على مسألة أنه إحنا مبقاش عندنا شعور الغضب حضرت النبي كان إذا انتهكت حرمات الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسي يعني فكريني اليهودي لما ما أخذ بتلبيب رسول الله وقال اقضي لي ديني فإنكم يا بني عبد المطالب قوم مطل يا رجل يعني منتهى سوء الأخلاق منتهى الرعونة منتهى إلة الأدب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان هو فضله بس أنه هو يشوف حلم رسول الله فازداد حلما وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغضبش النفس بالعكس أمر سيدنا عمر أنه هو يقضي له الدين ويزيده طب يعني إيه رسول الله لا يغضب لنفس بس إيه اللي حاصل فإذا انتهكت حرمات الله كان لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد ليه إذن الرسول الله مش بيقول لا تغضب يعني شعور غضب مجلقش لا هو بيقول صلى الله عليه وسلم لا تسمح لنفسك الأمارة بالسوء أن تتلاعب بك على خلفية أنك غضبان يعني إيه كن صامداً أمام نفسك الأمارة بالسوء وما أبرق النفسي إن النفس الأمارة بالسوء يبقى أنت لازم تكون صامد قدام نفسك يبقى هذا الحديث بيجمع معاني كثيرة منها أنه دعوة إلى الصمود النفسي أن أنت تتدرب وتهيأ نفسك أن أنت إيه ألا تكون آه أنا عايز أقول لكم حاجة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك عبد الدنار هلك عبد الدنار هلك عبد الخميصة هلك عبد المشاعر عبد المشاعر يهلك آه ممكن مشاعر تأتيك رغماً عنك لكن لا تكون عبداً للمشاعر فلا تغضب لعنوان كبير جداً جداً على ماذا؟ على منع استعباد المشاعر لأن في حاجة عندنا ذاتية اسمها إيه؟ الابتزاز الابتزاز الذاتي أن تبتزك نفسك الأمارة بالسوء تبتزك فتخليك تفقد سلقتك بنفسك تفقد الحكمة تفقد النور تفقد الأخلاق تقوله إيه؟ أنت تلع منك كلام محدش كان ممكن يتصوره يقول لي معلش ستوان كنت غضبان يعني إيه كنت غضبان هي محاسة أن الأخلاق بتظهر فين غير في وقت الشدة وليس القوي بالسرعة ولكن القوي مليملكه نفسه عند الغضب آه يعني في الآخر خالص رأسول الله سلم مش بيقول لنا أن الشعور ما يجي ناش لأ الشعور يجي لك وتقاومه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يعني أنت لما توقف قدام غضبك أنت في حالة تسكية ولذلك لا تنفذ غضبك وعشان كده لما بنون الحديث ده حياة الحديث ده لو أن الناس طبيته تدريباً يعني يدرب نفسه واتجاهاً يعني يتجه فيعرى وجه الله ويرى الله ويصبره ثم مقصداً بأنه هو يكون عبد لله ومش عبد لنفسه أفرأيت من اتخذ إلهة وهواه لا آه دي من تطبيقاتي أن أنت تتخذ إلهة كهواك أن أنت تنفذ غضبك آخر حاجة كمان أن أنت تشوفه بيغير شكل الحياة بدل ما تكون مغموسة في النار تكون مغموسة في الايه؟ مغموسة في برد التمأنينة يا سلام فلنحينه حياة طيبة عايز تبقى عايش حياة طيبة لا تغضب يمكن علشان المعنى كل المعنى اللي أنا قلتها دي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي الدرداء لما طلب منه عمل يدخله يدخل به الجنة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له لا تغضب ولك الجنة أنا بقى بفهم هذا الحديث اللي قاله حديث سيدنا رسول الله لسيدنا أبي الدرداء قاله بقى أنه قال لا تغضب وعيش في الجنة في الأولى وفي الآخرة فإيه اللي حاصل؟ يعني هو عيش في جنة في الدنيا الراجل اللي كان بينام وليس في صدره شيء من أحد ده كان في جنة الدنيا كان في جنة لأنه ما بيغضبش ما بيغضبش يعني إيه؟ ما بيغضبش نفسه ويسيب أذن قلبه للنفس فتلعب به فكلمة لا تغضب من حضرة النبي هنا عالم كبير جدا اسمه عالم الوسع مش عالم الأسر في عالم الوسع اللي هو إيه عالم الوسع؟ عالم النقاء عالم الصفاء عالم برد السكون مع الله وليس برد السجن الذي تصنعه لك النفس في الغضب فكلمة لا تغضب مش مجرد أمر بترك الغضب وإنما هو أكتر من كده اللي هو إيه؟ أنك تبتعد عن المواطن التي تجلب عليك غضب الإنسان وكأنه بيقولك إيه؟ الدنيا واسعة ما توقفش في سجن النفس ما تخلكش في سجن النفس يعني مثلا واحد بيتدايق لما يقعد في مكان صوته في دوشة يبقى الأفضل إنه هو ما يحاولش يقعد في المكان دوت بقدر الإمكان ما تروحش يعني إيه لو قعدتك تبقى في المكان اللي أنت بتتدايق منه يبقى دوت تعمله عشان تتجنب تتجنب الغضب وكمان العلماء بيقولوا معنى مهم جدا في قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصى لا تغضب بيقولوا المقصود لا تفعل ما يأمره كبير الغضب كما زي ما قلنا ويحملك عليه من الأقوال والأفعال ويمكن علشان لأتبار ده في بعض التصرفات اللي بتقعه وقت الغضب تيجي الشريعة وإيه؟ وما تعتبرهاش إيه ده؟ يعني أنتوا بتساعدوا الناس عن أن تغضب؟ لا بنساعد الناس أنهم يفهموا أن الغضب ده مدمر يبقى احنا عايزين نقول لهم إيه؟ الغضب ده مدمر الغضب ده لا إنساني يعني إيه الغضب لا إنساني؟ الغضب دي مش حالة إنسانية لكن الغضب حالة شيطانية أول حد بيين لنا الغضب ممكن يودينا لغاية فين؟ أنتوا لاحظوا رسول الله قال لا تغضب ولا كالجنة بيقولوا لا تغضب كإبليس فتضرط من الجنة فلا تستجب للغضب حتى تبقى في الجنة إبليس لما استجب لغضبه لما رأى ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا آدم وأمرهم بالسجود ما قدرش يحتمل غضبه فاعترض على مولاه والغضب ممكن يعمل كده يجعل الناس في أوقات الغضب تصنع أشياء فيها سوء آدم مع الله وعشان كده الشريعة قالت إيه؟ سنهضر الغضب ولا نعتبره فنعمل إيه؟ فبعض الأحيين لا نعتبر أن الغضب ده ممكن حالة من الحالات الطبيعية للناس ولذلك الغضب ده ممكن يأثر في مسألة إيه؟ في مسألة الطلاق ولما يبقى فيه إغلاق وما فيش قصد في الطلاق الطلاق لا يقع لكن طبعا ده مش من معنى كده إن احنا بنقول لهم إيه؟ روحوا إغضبوا وطلقوا زي ما أنتوا عايزين لأحنا بنقول إن في مرحلة من المراحل ده لما بيفقد الإنسان القصد مع الغضب وده عشان نبين إن الغضب حالة غير سوية نبقى إحنا عادين قاعدة الشريعة تقول لنا في أوقات كتيرة إيه؟ الغضب ليس من شيمة الأسوياء الغضب حالة ليس فيها اتزان الغضب حالة شيطانية وليست حالة رحمانية ولذلك لما الطلاق ممكن يدخل الناس في إيه؟ في المنع من إيقاع الطلاق يبقى لا طلاق في إغلاق يبقى علشان كده الإسلام أشر إلى هذا المعنى والتقط هذا المعنى لإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي فجعل الغضب ثلاث درجات فبيقول قوة الغضب على ثلاث درجات إفراط يا نارب يا دي أبدايتها كده وتفريط واعتدال أحدها إذا كان الغضب عاديا لا يوصف الشدة كسائل الغضب الذي يقع للناس واحد دايق دايق إيه؟ غضبان بس دايق التاني أن يشتد الغضب حتى يزول معه الشعور ويصير صاحبه في حكم المجنون آه في ناس في حكم المجنون أو السكران آه في ناس الغضب ممكن يعمل فيهم كده والتالت ما بين ذلك هو أن يكون إذا اشتد الغضب ولكن لم يفقد شعوره إيه ده؟ بل هو لسه إيه؟ عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل وكل حالة من دي لها أحكام لكن بشكل عام نابد أن احنا نتعلم أن الغضب ليست من شيمة الأسوياء وهنا في حاجة بنسميها مهمة جدا لازم إذا كنت شيخ اللي تلمزه أو شيخ لمردين أستاذ في جمعة أب الأولاده مدرس أي حد لازم تعلم أولادك مهارة أساسية في مهارات الحياة اسمها إيه؟ إدارة الغضب والمهارة دي أشارها هو دات اللي بيشير إليه حضرة النبي في الحديث لما يسأل إيه اللي حاصل؟ لما يسأل في هذا الحديث مراراً عن الوصية فيقوله لا تغضب لا تغضب يقولها العلماء لا تغضب يقولها الأباء لا تغضب يقولها الأساذة في الجامعة لا تغضب لا تغضب كل واحد فينا حضرة النبي قاله تقول لتلمزتك تقول لأولادك تقول لكل الناس اللي أنت بتحاول ترشدهم إلى الخير كلهم لا تغضب يبقى رسول الله وزع علينا مسئولية لا تغضب كلنا أننا نتناصح ونتواصف فيما بيننا ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم مراراً ليه؟ عشان يعرف كل واحد فينا أن جزء من مسئوليته وجزء من رعايته لأولاده لتلمزته لكل الناس أن نحن نوصيهم بأنهم ما يغضبوش ونوصي أنفسنا أول وعشان كده فيه تلات أحاديث الأول ليس الشديد بالصرعة إيه بقى سيدي؟ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يبدأ أول حديث نشوف الأحاديث بقى اللي ممكن تساعدنا في إدارة الغضب الحديث الثاني إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع يعني غير وضعيتك وإحنا عارفين الحديث اللي بيأمرنا بالوضوء عند الغضب وإذا كان بعض العلماء ضعف الحديث ده لكن الحديث ده يعمل به فضائل الأعمال الحديث الثالث مراته السيدة عائشة رضي الله عنه قالت والله من تقم صلى الله عليه وسلم في شيء ويؤتى إليه وفي شيء حاجة وصلت لحضرة النبي إن هو ينتقم النفس حتى تنتهك حرمات الله عز وجل فينتقم لله عز وجل يبقى الأول الحديث الأول بيعلمنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجولة مش إنك أنت تحاول بقدر الإمكان إن أنت تكسر اللي قدامك لما تكون غضبان وتنفعل الرجولة مش أزى الناس الرجولة إنك أنت تمنع أزاك عن الناس تاني بنقول كده حضرة النبي بيعلمنا ده إن الرجولة مش إنك أنت تأذي الناس الرجولة إنك أنت تمنع أزاك عن الناس وعشان كده ليس القوية بالسرعة وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ليخلي يمدح المؤمنين اللي ألف صفاتهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللي هما مين اللي هما الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لأنه كده ما غيظه وإن كان فلان بيغيظه مش هو اتغاز من حاجة ما حدش غيظه لا ده هو متعمد إنه هو يغيظه وإيه اللي حاصل وعفى عن الذي أساء إليه لا لا ده واحد ده راجل ده أحسن ده فإيه ليه على الجزاء والإحسان إيه إلا الإحسان إبقى ربنا بيحب المحسنين فيحسن إليه كما هو أحسن لخلق الله يبقى أول حاجة أول شيء في إدارة الغضب عندنا هو ماذا؟ هو السمود وامتلاك النفس وحبس النفس عن الأذى ونقول كده لو كنا بنقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يبقى من العهود اللي بنعاهد ربنا عليها ماذا؟ أن نملك أنفسنا عند الغضب أن نملك أنفسنا عند الغضب ليه؟ لأن نملك النفس عند الغضب ماذا؟ باب واسع من أبواب الرجولة يبقى أن أنت لما تملك نفسك عند الغضب أنت رجل يبقى دي الرجولة اللي فيها عهد حضرت النبي أخذ عليه العهد ولكن بيوصيب إيه؟ لا تغضب عهد يبقى أنت أول حاجة العهد اللي أخذ الله على المؤمنين وعلى صفات عباد الرحمن أنهم كظمين الغيظ وعافين عن الناس يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى كظمك الغيظ وعفوك عن الناس لامتلاكك الغضب رجولة يبقى أول حاجة في الإدارة الغضب إدارة الغضب ومنع النفس من أن تتسلط عليك وحجبها من أن تجعلك تؤذي الناس باب من أبواب الرجولة هذا أول حاجة في إدارة إيه؟ في إدارة الغضب كن رجلاً ولا تغضب كن رجلاً واكظم غيظك كن رجلاً ومنع نفسك من أن تصارع الناس يبقى أهم حاجة الرجولة لا تعرف الصراع إيه ده؟ نحن فهمين أن الرجولة أن أنت تصرع وتأذي الناس قال له لا الرجولة أن تحمل نفس أن تقف رجلاً أمام نفسك الأمارة بالسوء ها هو دي رجولة الحديث الثاني بيعلمنا برضو حاجة تانية فيما سألت إدارة الغضب بيعلمنا إيه؟ أن الألية اللي ممكن نحمي أنفسنا فيها من الانفعالات الزايدة ومن الغضب ومن الصرافات اللي فيها رعونا وغير مسؤولة فبيقول لنا غير حقيقتك يعني ده تكتيك تكتيك أحد التكتيكات المهمة في إدارة الغضب اللي هو بتعمل إيه؟ أن وقت الانفعال طول الوقت اللي بينك وبين الانفعال اللي جاب لك الغضب وغير الحالة اللي انت فيها ليه؟ أنا عندي أسباب كتيرة الحالة دي ممكن تكون حالة إيه اللي حصل؟ بدأت وسوسة الشيطان تشتغل تشتعل فلما بتغير حالتك بتبتعد عن مجلس الشيطان بتبتعد عن الحالة الشيطانية فلما بتغير حالتك أو تروح تتوضى فانت إيه اللي حاصل؟ فانت غيرت الحالة التي فيها استجابة للشيطان يبقى وهو تكتيك معين غير حالك الذي أنت عليه واستقبل وجه مولاك استقبل مدد مولاك بقى هدي تاني حاجة وعشان كده رح عشان تبان أو يستقبل مدد مولاك رح توضى اتوضى ليه؟ عشان الوضوء يطفئ نار الشيطان الحالة التالتة بقى الحديث التالت بيقولك إيه؟ يبقى الحديث الأول جر رجلا ولا تنفذ غضبك كيف غير وضعك؟ الحديث التالت بقى بيعلمنا فيه معنى مهم جدا اللي هو الإيجابية والتعاون على البر والتقوى بحيث اني مش بس بترك الغضب وكون سلبي انما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيغضب لنفسه بس خلي بالك لازم الغضب دوة يكون ايه؟ يكون الغضب دوة موجود عشان تحافظ على ايه؟ على القيم ما ينفعش تنتهك القيم وما تغضبش ما ينفعش ان تشوف واحدة بيتحرش بها ويتسيبها ما ينفعش ان انت تشوف حد بيظلم وما تغضبش لحرمات الله ما ينفعش ان انت تشوف كل دوة ما ينفعش ان انت تشوف بلدك بتتعرض لخطر وما تغضبش لا 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 خالص لازم انت تكون تغضب وازاي بقى ادير هالغضب ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شوية حاجات مهمة جدا 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 نعمل الكلام ده في خمس خطوات بقى عشان نقدر بقى ندير الغضب ده بقى اول حاجة نتعوز بالله من الشيطان الرجيم ففي الصحيحين عن سيدنا سليماني بسرد بيقول انه كان جارس ونحن جلوسا عند رسول الله عليه وسلم واحده ما يسب صاحبه مغمله وهو غضبان وقد احتمرت وجنته احتمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل الا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لست بمجنون يا نهرب يا ده الرجل يشوف الغضب ما ارضيش يسمع اللي تقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حياة تانية تغيير الحل التي كنت علي وقت غضبك زي الحديث اللي أخرجه سيدنا الإمام أحمد عن الحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا غاضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليتضجع الحياة التالت السكوت عن الكلام زي الحديث سيدنا عبد الله بن عباس عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غاضب أحدكم فليسقط حضرة النبي كرر الكلام ده ثلاث مرات إذا غاضب أحدكم فليسقط إذا غاضب أحدكم فليسقط إذا غاضب أحدكم فليسقط رابع حاجة يوم يتوضع عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مسند الإمام أحمد إن الغضب من الشيطان أوه لسا يليناه وإن الشيطان من النار وإنما تطفئ النار إنما تطفئ النار بالماء أو إنما تطفئ النار بالماء فإذا غاضب أحدكم فليسقط خامس حاجة ذكر الله بقى التسبيح والتعليل والصراع على حضرة النبي وتلوة القرآن ألا بذكر الله تطمئنه القلوب وعلشان كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دايما أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى يبقى مهما كان الأمر كمان لازم يكون البيت كله إيه اللي حاصل يتصف بهذه الصفة اللي هي ترك الغضب لإن لو البيت فيه واحد على طول متنرفز ووضبان إيه اللي حاصل؟ الغضب بيعدي على فكرة الغضب بيعمل إيه؟ بيعدي ولذلك قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق في كل شيء يبقى إحنا محتاجين أن نحن نعمل إيه؟ نهدي بعض ونتواصل فيما بيننا بترك الغضب لو مشينا بالنصائح المحمدية وبالأنوار العالية وبتلك النفحات الصمدانية اللي أرسلها الله سبحانه وتعالى على اللسان الخير البرية وصلنا إلى الرحمة الإلهية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إزاي ما نوصلش لهذه الرحمة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه النصائح العالية يا رب جعلنا من أهل إدارة الغضب لنخرج من كل هذه المساوئ ومن كل هذه البلاوة من كل هذه البلاية برحمتك يا أرحم الراحمين يا سادة بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم عشان نقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسره وننتلقى عليها أسئلتكم من باركة ونجاوب عليها في وقت من خصصه وزي النهاردة كده نقرأ أسئلتكم ونجيب عليها ونظل في مجلس وفي حضرة مولانا سبحانه وتعالى ويفيد علينا من بركته ونوره اللهم وفقنا وسددنا واجعلنا من أهلي مددك يا رب العالم أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم متزوجة من ثمان سنوات وعندي سلاس أولاد ودلوقتي زعلانا في بيت أبويا زوجي سبني سبني في شرفي وبيضربني على طول مش بس كده كسر رجلي سلم يا رب وفتح راسي خدت تمن غرز مش بيجيب أكل ولا أي حاجة في البيت وبيحبسني وبيروح ينام عن دمه بقى له سنتين وأنا مش عارف أعمل إيه أرجع له تاني ولا لأ علشان عندي بنت عمرها سنتين ونص الأسئلة اللي زي دي هي وخاصة اللي فيها عنف وفيها أشياء مثل هذه لابد أن احنا نتعامل معها بحكمة لأن ما ينفعش أن احنا نقع في هذه الورطة أن احنا نسمح أن حد يمارس العنف مع حد مش ممكن أبدا نرضى بأي عنف في الحياة الزوجية هذا غير مقبول والعنف بالمناسبة اللي بيمرسوا الرجال مع السيدات محدش يتستدل فيه بأنه هو بيضربها ودوة أزن له الشرع فيه لا هذا الضرب اللي احنا شايفينه ده ده جريمة اللي أنا سمعته ده ده جريمة وكبيرة هذا الضرب ظلم وكبير ما ينفعش أن فيه واحد يضرب حد عشان قال له كلمة أو تصرف معاه لأن هي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي ممكن يسمح لها أن هي تضربه زي ما هي بتضربه أكيد مش هينفع كده فاللي عمله ده ده تعدي اللي عمله ده هي لها الحق أن هي تحصل على حقها من هذا الفساد طب نعمل إيه بقى احنا هنا عايزين الرجل يمتنع عن هذا الظلم فلازم عشان ترجعينه لازم هذه الأشياء تتغير ولا تتكرر لأن احنا ما بين الحفاظ على الأسرة والحفاظ على حياة الناس الضرب اللي بيصل إلى هذا الحد أو حتى الضربه مطلقا هو نوع من أنواع التعدي على الكرامة هنا التعدي على الحياة يعني فيه حفظ للنفس التعدي بهذه الصورة اللي يكسر اللي يكسر إيد أو يخلي حد زي أو يفتح له غرزة في دماغه فيخال إيه ده إيه ده ده مش علاقة أبدا ده مش الجواز اللي تكلم عنه الشرع الشريف في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ده مش هو ده خالص ده بيقطع اللحمة ده ده نوع من أنواع الجزارة نوع من أنواع التعدي على حرمات المسلمين الرجال اللي بتعمل كده بتتعدى على حرمات الله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ما ينفعش يتعدى على دمي هو كده بيتعدى على الدم وبتعدى على العرض هذا النوع من أنواع الضرب ما بيغبش وما بيزولش من نفس المرأة فأنت بتعمل كده ليه إيه وأتقول إن الشرع أزن لك ذلك لو قلت هذا فأنت تجذب على الله الله لم يأذن لك بذلك وده حرام طيب نعمل إيه بقى وكمان سبّتها في شرفه ثم ده وتتعدى كمان على العرض يا جماعة مش من حق الرجل أي أن كان الرجل ده إنه يطعن في شرف مرأته إذا كان الشخص ده ما عندهش أي دليل يا أخوانا اتقوا الله إزاي أنتوا معنى إن هي مراتك إن أنت عرضاها ده بقى ملكك لا عرضاها ده ملكها عرضاها ده الذي أعطاها الكرامة والعرض الله فأنت بتتعدى لما بتتعدى على العرضا بتتعدى على الله مش هتسباه في عرضاها بعد أنت قلت لا معلش خلاص حصل خير ما في الآخر خالص أنت بتاعتي لا هي مش بتاعتك هي مش أما هي لابد أن تعرف أن الذي سيكون خصمك ورسول الله لأنه قال استوصب النساء خير وهذه ليست وسيط رسول الله فخصيمك يوم القيامة رسول الله عندما أسأت لهذه المرأة فاتق الله اتق الله فيها واللي أنت بتعمله في ولادك كمان أنت وكأنك عايز تعمل جملة من جملة من الأزى المركب وجملة من المظالم المركبة مش هينفع يسيدي اتق الله طيب نعمل إيه أنت سألتيني سؤال محدد بتقولي لي أعمل إيه أرجع له تاني ولا لا أنا درست المسألة واضح أن زوج حضرتك هو بيعتبر أن حضرتك أحد الممتلكات فهو محتاج يغير شوية مفاهيم ومحتاج كمان يحسن من معاملته لأولاده طيب هو محتاجين إيه بقى آه لا محتاجين خبير يعني ما ينفعش أن أنت ترجعينه من غير ما يغير هذه المفاهيم عنده اللي هو امتلاك الأسرة لا هو مش مالك الأسرة هو راعي الأسرة فالمفهوم ده لازم يتغير فبتقولي لي أعمل إيه كلمة واحدة ييجي مركز الإشارة الزواجة عشان نشوف إيه اللي هيحصل بينكم منتو الاتنين لكن ما ينفعش خالص أي أي حد يقولك ارجعي له على الحالة اللي أنت بتقول لي عليها دي يبقى احنا ما عملناش حاجة إلا إذا كان حد من الخبراء ومن العلماء المتخصصين قالي أنه هو تغير لكن هترجعي على هذه الحالة لا ده واحد بيرجعك للخطر ده واحد كسر كسر رجليكي وفتح لك دماغك يعني اللي بيقولك رجعي ده ممكن بيقولك إيه هو على فكرة بيعرضكم أنتو لتنل الخطر ونذلك أنا رأيي أن العودة لا تكون إلا بعد الاستشارة وتتحط شوية قواعد وأول هذي القواعد اللي تتحط إيه هي الخطوط الحمرة مفيش ضرب مفيش عنف مش مفيش ضرب مفيش عنف مفيش عنف لا معاك ولا مع الأولاد الأمر الثاني من الخطوط الحمرة ترك النفقة فالنفقة أساس في هذا الزواج عشان نمنع البلايا اللي بتترتب على عدم النفقة وتترتب على العنف فلذلك إحنا محدش يطلب من حضرتك أن أنت ترجعي فهتفتني وليس معنى ذلك أن أنا بقول لحضرتك يفضلي عندي أهلك لكن لهذا الوقت اللي أحتاج إلى تدخل خبير ولذلك أنا دعيت حضرتك أن أنت تفضلي إلى مركز الإشارة الزواجي بس أنتو لتنين أنت وزيق حضرتك عشان بدل هو طلبك أن أنت ترجعي يبقى تعالوا أنتو لتنين وتعالوا نتكلم يبدأ نصحت لحضرتك تعملي إيه السؤال الثاني السؤال اللي بعد كده بيقول إيه عندي مال وبشغله كيف أحسب زكاة المال لازم نقول إن إحنا عنفرق بنشغله في إيه لو بنشغله في التجارة ما هدش قولي أكيد بنشغله في التجارة السؤال المشاهدين بيتعاملوا مع الفتاوى بطريقة مش صحة مش بس بعض الناس لما بيجوا يفتوا بعض يقول لي ما هو الراجل قال لي عندي فلوسه وبشغلها يبقى بيشغلها في إيه بيبيع واشتري يا مولانا مش بالضرور مش بالضرور ممكن بيروح يجيب مواد ويصنع حاجات ويبيعها فبيشغلها في الصناعة مش في التجارة بس فساعات ممكن يكون بيشغلها في التجارة وساعات بيشغلها في الصناعة عارف إن إحنا لما المصريين بيقولوا عندي مال وبشغلوا في الغالب بيشغلوا في التجارة يجيب حاجات ويبيعها صح أنا عارف ده وساعات بيدي أو وساعات بيدي الفلوس لحد ويشغلها له يبقى إيذن عندنا ترتق حوال دلوقتي ان انت بتشغل الفلوس دي في التجارة مد الفلوس دي لحد يشغلها لك يشغل ليه لان هو ما قال ليش حطيتها في البنك لو حطيتها في البنك انا عارف وعلى طولها يقولوا حطيتها في البنك فعندي تلات احتمالات في السؤال ده ان هو بيشغلها يعني بيجيب حاجات ويبيعها طب وإيه اللي خلاه يسألني السؤال ده لان فيه ناس بيقولوله ان انت لو اني حد طلب منك حاجة وانت اشتريتها له وبعتها له بالقصد يبقى حرام عليك عشان بايعتين في باعة بالله عليكم الناس دولة يسكتوا لان هم متجرئين على الفتوى وحضرت النبي قال في الحديث الحسن اجرائكم على الفتوى اجرائكم على النار فبحدش يتجرع على النار ويفتي هو اللي بيعمله ده لو هو بيجيب للناس الناس تطلب منه وهو يبيع لهم يبقى ايه لا يحصل يبقى هو ده وقت بيعمل ايه ده فعل حلال طب والفلوس بقى الفلوس اللي شغالة دي عنده بيعمل ايه بيحسب لها حول ويعمل ايه الفلوس اللي شغالة دي يحسب لها حول ويطلع على رأس الحول اذا الفلوس دي بلغت 85 جرام دهب يطلع عليها الزكاة ادي اول حالة حالة تانية لا ده الفلوس دي بيشغلها بيشغلها في الصناعة بيجيب مواد ويعمل ادوات معينة او بيحط الفلوس دي عند حد بيشتغل في الصناعة يبقى ايه اللي حاصل المنتج النهائي اللي بيطلع بالفلوس اللي هو عاملها ده المنتج النهائي ده هو اللي هنحسب عليها الزكاة ونعمله كأنه عروض تجار يبقى في المنتج النهائي ده اللي هنحسب عليها الزكاة يبقى المنتج النهائي ده هنحسب لكن المواد الخام دي مش هنحسب عليها الزكاة نحسب الزكاة على المنتج النهائي ده وتنطلع عليه الزكاة لا ده نديت الفلوس لحد الحالة التالتة نديت الفلوس لحد وبيشغلها لي الفلوس دي بدل حالة عليها الحول بنتطلع عليها الزكاة إذا حالة عليها الحول وبلغت 85 جرام دهب بنتطلع عليها الزكاة كل دولة بنتطلع عليهم الزكاة 2.5% 2.5% على الثلاثة أحوال وبنتطلع عليهم الزكاة إذا كان سواء أنا اللي بشغلهم في عروض التجارة أو أنا بعمل صناعة وبعد الصناعة بتيجي تجارة أو أنا في الآخر خالص بديها فلوس لحد يتاجر فيها فبطلع الفلوس على المال دوت إذا بلغ 85 جرام دهب وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسع عليك ويبارك لك يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة في حديث من أجل حديث رسول الله الحديث ده ينفع إننا كده ينفع إننا أرب ابني عليه من سن ثلاث سنين وينفع إننا غير شخصيتي فيه ولو أنا عندي ستين سنة يا نهاراب يد كده؟ كده آه الحديث ده هو حديث الوسع أنا بسميه حديث الوسع اللي هو حديث لا تغضب يعني لا تكن أسيرا لنفسك الأمارة بالسوء ولكن كن قويا كن جلدا كن رجلا ولا تغضب لأن الغضب يفتح باب النار ومن لا يغضب يبقى في جنة الوصار يا رب اجعلنا من الرجال مع سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا ممن يملكون أنفسهم فيكونوا من الرجال عباد الرحمن الذين جعل لهم الله سبحانه وتعالى أنوار الإيمان تفتح لهم باب الإحسان يا رب العالمين اجعلنا على الدوام من أهل الإحسان واجعلنا على الدوام نذوق حلاوة الإيمان بأن نمسك أنفسنا عن الغضب وعن إهانة الإنسان بل نسعى إلى كرمته في كل زمان وأوان اكرمنا برحمتك وبلطفك وبفتحك يا منان يا رحمن يا رب العالمين اشتركوا في القناة